السنة اللي فاتت لو سألت على حد من جبهور ليفربول اللي تقول له ايه رأيك في موسم يورجن كلوبه كمدير فني هيقلك ان يورجن كلوبه محضرش للموسم بثنين جين ونص يورجن كلوبه مفكرش في الموسم ولا فكر ان هو يعوض المراكز النقصة ولا فكر حتى ان هو يجيب مدافع بجيل لبرجل فندايك فكانت هنا معدرة ليفربول للموسم اللي فات ايه جيب موضوع ليفربول ليه جمال بالماضي عزيز اعايز اقولك ان القرى من الاخر كده ملهاش كبير زي موسم يورجن كلوب بالسنة اللي فاتت محضرش لأي حاجة السنة دي جمال بالماضي محضرش الكسر من الافريقية بثنين جين ونص مع احترام يعني ليه بقى لان جمال بالماضي لما قرر ان هو يعمل معسكر قرر ان هو عمل معسكر في الدوحة مو ملاعب الدوحة غير ملاعب الكاميرون اطلاقا فكان يفضل بجمال بالماضي ان هو عمل معسكر بدري فتعمل معسكر ده في الكاميرون تروح تتمرن على الارضية اللي انت هتلعب عليها علشان خاطر لعبتك وقت وقبل التمرين بيومين ثلاثة ما يتفاجئوش ويحسوا ان في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة الارضية معسكر المنتخب الجزائري حتى لو على حساب التحاد الجزائري كان لازم تروح تعمل معسكر في الكاميرون ده لو انت فعلا رايح ومحضر كويس بس انت رايح عايز تعمل معسكر والديين في قطر علشان خاطر انت عارف ان ملعب قطر جميلة وهتلعب عليها اداء مميل بس المشكلة لفيفا لبسيتك في موضوع المحترفين فانت بقى عندك مشكلة ان المباراة الاولى مش هيكون ليها معنى ولا اي لازمة غير ان هي اتلغت اساسا قدام منتخب جانبيا فالمباراة التانية قدام منتخب غينيا قدرت نقطة تطلع كسبان فيها ومكسبك بثلاثية ضايرة على مشاكل الشرطة الاول اللي انت جربت طريقة لعب مباراة سريليون بيه والاسف الشريك فشلت معاك الشرطة الاول اول ما بالناصر ما نزل المطش تغير والناس كلها بدأت تطلع بردود افعال قوية ان المنتخب الجزائري غيح ومستعد وهيخلص على التخين في افريقيا بس لما شفنا المنتخب الجزائري لما راح الكاميرون بدأنا نشوف ان واضح جدا ان موضوع الارضية هيبقى مشكلة لان هو كانوش عاملين حسابه كانوش عاملين حسابه مع الارضية السيئة غير موضوع الاصابات غير موضوع الايكافات يعني اول مطش لما اسماعيل بن ناصر واحد من اهم العناصر اللي في مجموعتك واهم العناصر في لعيبتك يكون غايب للايكاف ورامل زاروكي يجي قبلها ويبقى عنده كوفيد متأكيد عندك مشكلة معلش بس انا ننزل نجيب اسماعيل بن ناصر اسماعيل بن ناصر ورامل زاروكي اهم اتنين في موضوع الجماعات بالماضي واهم اتنين في اي عالم كورة القدم او اهم تلاتة في عالم كورة القدم لعيبت خطو مصر ريال مدريد نقطة قوته مهما كان الفرقة ضعيفة نقطة قوت ريال مدريد خطو نصر نقطة قوت برشلون ايام الجيل الزهبي خطو نصر فانما نتكلم على عمية اسماعيل بن ناصر وانما نتكلم على عمية رامل زاروكي فاعرف ان الاتنين دول وجودهم بيأمن لعيبت خطو من منتخب الجزائري غير ان احنا لو حابقنا نتكلم على مشاكل اللي وجدت المنتخب الجزائري في البطولة فهي ان العيب زي يوسف بلايلي مش حاضر بنزل الماء في الماء. لان يوسف بلايلي كان بيسهل على لعبة المنتخب الجزائري لعب بطويل كتير جدا. لو يوسف بلايلي لو فرقت عليه ما تشطى صفحات كاس العالم كان بيتحرك من غير كرة كتير. فده كان بيكون مؤسر جدا. عكس بقى للناحة التانية. رياض الناحة التانية لو في مساحات او في اي حاجة. رياض كده كده لازم يستلم ويروح بوشه. انما يوسف بلايلي ما عندهش اي منع ان هو ياخد ويطيل. ده يوسف بلايلي. انما الرياض مش البروفايل ده خالص. نسلم فخولي بقى محتاج اللي هو ينزل يسلم من الرجل للرجل نستلم نجرى الاطراف نطلع رامي نطلع الناحة التانية عطال. مش هينفع الكلام ده احنا محتاجين بلايلي. فبلايلي. مش حاضر زهنيا معنا هيقصر معنا جدا جدا. طب بدأنا بالاربعة واحد اربعة واحد متش سريليون. كان واضح ان بالكبلة عنده مشاكل في نص الملع. بس مشاكل في نص الملع دي كانت ممكن تعدي وكل حاجة تخلص بالمباراة لو ياسيني ابراهيم يسجل. بس عشان سوء التوفيق. مرة واحدة ضرب المنتخب في ياسيني ابراهيم يضيع. فغير بعدها لعبت المنتخب بدأ يضيعه. غير حال السريليون اللي كان عام مباراة مايزة جدا. طب المتش اللي بعديه بقى. رجع لاسماعيل بن نصر. بس برضو له السرامز مش موجود. فاسماعيل بن نصر هيخليني ألعب اربعة اتنين ثلاثة واحد بعد ما جربت بندبكة ولعب عشرة دقيقة وايسين. بندبكة. واسماعيل بن نصر. ومكمل برضو مصوفيان فغولي ومكمل برياض ومكمل بلعيف زي يوسف البلالي. بس غيرت هنا بدل ما بدأت مطش السريليون بلعيف زي آآ زي اسلام سليماني بدأ ببغداد بن جاح. لما لقى ان الرتم كان مبطيء قوي. المطش بتاع السريليون لانه كان عنده ثقة في عناصر الخبرة. ان اللعيبة دي هتجيب له اكبر عدد ممكن من الاهداف. على عشان يدي رسائل للمجموعة. ودي برضو واحدة من مشاكل جماد بالماضي انه واخد كل حاجة العصبية قوي. وموضوع العصبية ده باين على الفرقة ان الفرقة متوترة والفرقة ده مشاكل ليه? الارضية. مفاجأة اللي فاجأتنا كلنا الارضية. غير ان احنا عايزين نكمل في السلسلة. غير ان احنا عايزين نلعب كرة جميلة. غير ان احنا عايزين نعمل سكور. ففي كزا نقطة جماد بالماضي مركز فيهم. وانك تفكر في كزا نقطة طبيعي انك هتكون متنشن. وطبيعي تنشنتك وعصبياتك دي تتنقل للعيبة جوه الملع. فطبيعي اللعيبة جوه الملع بالما كانوش بيغلطوا. غلطات مبتدئين. هيبدأوا ان هم غلطوا غلطات مبتدئين. خصوصا لما تلاقي ان الحظ بدأ يكون مش حالفهم. فهتلاقي ان اللعيبة بدأ يوصل لهم مرحلة الشك. ومرحلة الشكة فعلهم كرة في القدم. بتكون حاجة دمها يتقيل قوت. انت كلعيب كرة بتبقى عارف غلما وورا تبدأ. مع اول كرة كده هتروع على المرمى. هتضيعها اللعيبة المجموين بطاقة هيكونوا مش في يومهم. هتعرف ان الماتش النهاردة هي عقرة. انما ممكن تبدأ المباراة اول دي تين تجي جاي بجوه. ده ما حصل ماتش نص مبارح. على طول خلاص بقى كله كله بقى حلو الحياة بقت لذيذة وهنبدأ ونجيبه اتناني التاني والتالت والرابع. انه منتخب الجزائر بقى لا. كل حاجة كانت بتحنكش. المنتخب المنتخب الغيني مبارح عامل ماتش قدام منتخب الجزائري عظمه. عامل ماتش عزيم جدا دفعه. كان بيعتمد على المنتخب الجزائري كل ما بالوقت بيعدي المنتخب الجزائري بيتوتر اكتر. فعلا منتخب الجزائري كان بتوتر اكتر. طب هنا بقى دور اللعيب اللي يهدي المنظومة كلها مين? رياض مهما كان كابتن بس قولته في الملعب ما تخلهوش يهدي المجموعة جوه الملعب. اللي يهدي المجموعة جوه الملعب يا جمال بالعمري يا لعيب زي سوفيان فغول. بس المصوبة ان جمال بالعمري تحت مكهرة بالدنيا. يعني جمال بالعمري يتحرش بيتخانق. يعني جمال بالعمري بيتخانق كتير. تحس ان هو عاده تنشانة وعصبية وروح وهو جريمتة. بس ده جوه الملعب ما اعرفش يخلي المجموعة قلمة. نهدأ. نهدأ. هنسجل نصق في نفسنا شوية. حتى لو فيه تنشانة من بره حد يلم المجموعة من جوه. بس اللي من المجموعة من جوه مفترض الشكل اللي جوبي سوفيان فغول. ده سوفيان فغول لسه لاجع من اصابة. وعنده مشاكل كتير جوه الملعب ان هو محتاج يهدر رتم علشان سنه كبير. فهو محتاج يهدر الرتم. وانت محتاج في ملعب زي ده تعال الرتم وتلعب كرة طولية. فانت دلوقتي لبقى في عندك حد بيجري في الكرة الطولية اللي هو يوسف بلاقي لي ولا عندك حد زي الرياض لما بيستلم وما بيستلم الكرة على الواقف بياخد المدافع معه ويخش الجوه. لا رياض ما كانش ما كانش بيعد مبارا هو احد علىها الكتير. فرياض كان مفترض الفوصتين اللي قدامه للتسجيل كانت اللقطة بتاع الفاول بتاع الشرطة الاول والفاول بتاع الشرطة التانية. دول اللقطات اللي وتيحوا اللي رياض ما يحرص. غير كده رياض ما طلعش يصف عطال كتير. يصف عطال ما العبش عرضيات لبغداد كتير. بص يا جماعة المهاجم ممكن يكون في الملعب ملوش اي لازمة. بسبب ان الفرق ما بتدلوش كور كتير. فهيبان ان هو مجاش. انما المهاجم لما يتلعب عليه عرضيات كتير من ناحة اليمين وناحة الشمال هتلاقي ان هو حاضر. ومعلش يعني فكرة ان احنا نغير مهاجم بمهاجم دي. والوقت بيجري عليك كانت فكرة بصراحة غريبة جدا. وفكرة ان انت مستعنتش المباراة التانية بسعيد بالرحمة فكرة غريبة. فريد بولايا لما نزل كان جمال بالماضي يتمنى ان فريد بولايا بقى هو مايستر الايقاع. بس مايستر ايه وايقاع ايه في ملعب ما يتلعبش عليه كورة اساسا. الملعب ده محتاج حد يطول بس. فانت كنت محتاج تحط فريد بولايا على الطرف وتخلي فريد بولايا بيجري ولعيب زي يجري او تلعب بيه راس حربة تاني. بس المشكلة في ايه بقى ان انت لما بتفتح حجميا بتكون معرض للهجمات المرتدة ان انت تلبس هجمات مرتدة كتير. لبست هجم مرتدة كورة طورة تركنها دخلت جوه. بس النقش انتعب. ليه بقى لان انت اساسا بتجري وراء الوقت لعبتك متكهربة كله كله مش مركز كله خايف كله مقلق كله بدأ يوصل لملحلة الشك. فلما يجي فيك جون وانت ما سججتش ولا هدف وانت من ابرز المشكلة البطولة ده انت مش وصلت لمرحلة الشك. ده انت عدلت مرحلة الشك بكتير. حتى لو قعدت الزعل اللعيبة جوه الملعب. من هنا لحد الصبح خلاص الموضوع انتهى. اللعيب طالما خرج برا مش هتعرف ترجعه تاني. لعيب الكرة كده. طالما خرج برا بجين. والله لو عملت له ايه? الموضوع انتهت. لو قعدت من هنا للصبح طاعت تنطط على الخط وطاعت نادمه ويلا ويلا. خلاص اللي بتوصل معاكل مرحلة اللي هو. خلاص قفلت معهم على كده. نتعادل طيب? ما نتعادلش ليه بقى. ما فيش حظ. الكرة اللي هم بنسبعين بيلعبها في دماغه. مفترض يعني ان هي تقبط في حد وتخش? ما بتخشش. الكرة اللي يصبح على الطالب العبسة عرضية? تقبط في حد وتخش? ما بتخشش. طب تصوبات? الحرس بيتعلق. طب يوسف بلالي ورياض يوسف بلالي خدوا واحدة شاطها. دخلت جون. من بعدها قرر ان هو ما نشوتش تاني. لان هو الجون طلع افصايد اللي هو. طب نشوت بقى يا جون واضح احنا عنده مشكلة في الكرات الارضية. نشوت بقى? ما نشوتش. طب يا عام نشوت. الجون ما بعرفش نشوت بالكرة. نشوت على ايه? لا اه مش هنشوت. احنا عايزين نجي نشوت نخش بالكرة جول ليه? احنا مش نخش اللي كده. طب احنا مش وصلنا لمحالة الشكلة. احنا خلاص اللي هو اللعيبة قطلعة برة الجيم خالص. وفي الاخر الناس بتقول ايه? والله مغرورين. والله متجبر ومغرور ايه? بص لعيب الكرة في الملعب بيتفاجئ بالمواقف زي زي الجمهور بالضبط. لان زي ما قلت لك انت بتبقى نازل. انت كده كده نازل لحاجات غيبيات. انت نازل مباراة ممكن تخلصها في اول خمس داعي. مباراة تانية ممكن تشدك معاها. مباراة تالتة خالص ممكن تلاقي ما هي جد في نص المباراة كده. والكرة دي حكيت لك. وكان بتحصل من منتخب الجزيرة كتير. منتخب الجزيرة اوقات كان بيعاني وبيحنكش جوه الملعب بتلاقي ما فيه فور رياض حطها. بس ما تشفتها اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وشبتها سبعة وثمانية وعدينا. انه في مباراة بتلاقيها حنكشت معاها الموضوع بيبقى عافل. فلعيب الكرة مزيمها انت متخيل كده بيبواصك ان انا هنزل اكسب وهنزل احطها. الموضوع بيبقى ابسط من كده بيبقى نازل بيدع ربنا ان الموضوع يكون سهل واطلع من بلعب سليه. ان انت في ملعب زي دي بتبقى خاف على رجلك. انت في الاول في الاخر بناء ده. واكل يشك اي كرة القدم. فبتبقى خايف الملعب الازاي ده. الملعب الازاي ده? مع الرطوبة العالية. اللي في الكاميرون بالليل اكبر من النهار لان انا كنت شايف جمال من الملعين برح كبين منقط مية واقف على الخط اللي هو. واقف على الخط كده. والرطوبة العالية قوي. مع التوتر ده بيخليه كده. فالاقص لكم سعود نلعاب اللي في الملعب. فالموضوع ما زي ما انت فاهمه خلص يعني لعيب الكرة ما زي ما انت فاهمه خلص بجد ولا لاعيب الكرة ممكن يكون ابسط من كدب الكير واسع من كدب الكير. بس بالنسبة لعبك من انتخب الجزارة وما اللعابة عايزين يكسابه. فكرة ان هم مغررين وفكرة ان هم في بلعة خالص. ما فيش لعب كرة بس لما رحضت لقول الله ان احنا عارفين ان احنا بنجري ورا جلد منفوخ. والكرة لو حبتك هتعمل لك مسار عظيمة. الكرة لو كرهتك هتخليك تبطل كرة وتقعد في ريت وما حدش يعرفك. فكرة انت هتتغرى على الكرة دي حتى كريستيان وميسي ما يداروش ينتغرى على الكرة. برغم تاريخهم الكبير. لان هم عارفين ان هي في القلة وفي الاخر كده. لو قلة بتعليك هتقعد في البيت. ففكرة ان احنا نقعد نقول مغرورين مدارف منتخب منفوخ. ايه يا جماعة الكلام ده. الموضوع بيحصل معايا متخب في العالم. الموضوع بيحصل بس بقى يحسب على بالماضي حيث ان هو ما حضرش للبطولة. والبطولة خدته مش هو اللي خدها. البطولة اللي وجهها. المنتخب الجزائري في الكاميرون هي اللي خدت بالماضي. لان بالماضي ما كانش محضر للكلام ده. بالماضي لما قال تصريح ان احنا مش جايين للسياحة. قال التصريح ده بعد التعدل مع سراليون. اللي هو بعد ما اتفاجئ وبعد ما غلاص ووصلنا من برحالة ان احنا لازم نجفع بالماضي الجاي. هل ده الوقت المنتخب الجزائري. طلعوا الموضوع انتهى لمنتخب الجزائري لسه مطلعش. بس نحاول زي ما كنا نتكلم قبل كده. ننزل. بالحاجات اللي احنا كنا بتمنىها احنا كنا بتمنى. موضوع ان احنا نكسب سكور. والموضوع ان احنا نعمل كرة جميلة. وتيكي تاكا. ويكمل السلسلة. دلوقتي ننزل بقى على الارض كده. ونلعب ماتشاط. اجل فوتبول نلعب جن دفاع وحجمة مرتدة. ننايل اي نقل مهم ايه اللي يحصل? اطلع كذبان في الاخر. ده اللي انا شايف. انا شايف المنتخب الجزائري. البطولة هي اللي اخدته. المنتخب الجزائري حتى الان لسه ما جاش مع الجزائر. بالنسبة لنا كواحد دي الفرج على الكرة وكواحد متابع للفرق ده. الفرقة دي ما جاتش. الفرقة دي اخر موتش تفرجت لها عليه. ما كانش ماتش بركينة فسو برضو. لان الفرقة دي مع الضغوط اللي كان عليها في ماتش بركينة فسو برضو ما جاتش ماتش بركينة فسو اللي تعادله فيه اتنين اتنين. انا منتظر منتخب الجزائري يجي. نفسي منتخب الجزائر يجي قبل ما البطولة ما تاخدوا معها وتطلعها. انا نفسي في كده في الصراحة. ونفسي لو كملت معها لحدنا وعملت لك وسبسكراب للقرآن فانت تبقى برينس ومعلم والله. واحنا مننا اكنا متعلم. اه 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 اكملتش فقط راحتك هازي رايك.